انت كنت دلوقتي بتتكلم على مسألة انه لو انت عايزة تخرج تلاقي الدنيا سهلة ده مش دايما موجود وانت عيشت حياة ما هيش سهل والنهار ده نجم كبير الحمد لله شايف انه ده فرق ازاي في حياة سامح حسين ولو ما كنتش عديت بكل اللي انت عديت به ده كان ممكن يكون الموضوع ده ازاي وده انعكاسه ايه على تعاملك مع البنات ومع مراتك ربنا يباريك لك فيها يا رب يا رب احكيلي كده يعني بصي انا دايما بعد اقول لبناتي ان اشتغلوا حتى لو في البيت لسه اطفال صغيرين لكن انا عايزكم تشتغلوا ساعات اقعد اشجعهم يعني البنات في المسرح كانوا بتفرجوا عليك اه 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 اتخدهم معك المسرح مريم وفاطمة اه طبعا خلي بالك ان المسرح يا دير ده بيشكل التكوين بتاع البني آدم وبقول لكل اولاء الامور لازم ابنائكم عندهم هوايات سبوهم والهوايات بتاعتهم حاجة حاجة كويسة حاجة هتنمي وهتكون شخصيتهم هتخلي شخصيتهم قوية ما هي الشخصية مهترقة يعني فده المسرح مهم جدا واللي بتعمل وزارة التربية والتعليم مؤخرا في احياء المسرح المدرسي ده شيء يعني يستحق التقدير يعني الخلافات الاثرية اللي بقت موجودة بشكل كبير في كل الولايات المصرية انا كنتش في الفن اصلا في قبل حقوق يعني انا كنت بحب القرافات خالص خالص يا دير يعني انا عاشق للقرافات من ونا صغير اقعد احوش كمسور الأسباكية ليه فضلة على ناس كتير قوي من جيلي 25 كتاب بخمسة جنيه فحوش خمسة جنيه واحنا من أسرة فقيرة احوش الخمسة جنيه اروح اشتري الكتب واعد اقراهم لغات لما جيف مرة تحت ايدي كتاب وهي مصرحية لعلى احمد بقى كثير فحبت المصرح من حكاة الاراي فبس كنا بنقول ايه؟ كلام كله فيه حماس لانه يعني انا بغدك من موضوع لموضوع بس الحياة عندي اسئلة كتير جدا نتكلم فيها كنت بكلمك على مسألة انه ازاي الفن ممكن يعالج الخلافات الأسرية اه 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 يكون لي رسايل والطفل وانت كنت بتكلم عن فنك الجديد اه اه سندوتش عيال سندوتش عيال ده بيناقش برضو زي ما انا بقولك لازم الفنان يبقى محمل برسالة واي حد يجي يقولك الفن مش رسالة عارف انت لان الفنان مش قدوة لا ازاي والفن مش رسالة انت فهم من الكلام ازاي ازاي هو من اللي يعني دلوقتي من اللي بيعلم اولادنا اصلا مش الفن مش المسلسلات مش الافلام فده شيء خطير جدا جدا يا جماع ما هيش حاجة سهلة خالص يعني لازم نعي كويس جدا لده علشان كده بقول لكل الفنانين لازم ياخدوا بالهم ان احنا معلمين قبل ما نكون اه فنانين المهم نروح لسندوتش عيال الظاهرة مؤخرا ان فيه مشاكل كتير وفيه انفصال كتير فيه حالات طلاق بقت مؤخرا كتير قوي يعني انا اعرف ناس كتير جدا بقى في المشاكل دي ماشي هم ليهم حق يعني انا ليه حق ان انا اطلق وهي ليه حق ان الاطفال ما يتأثروش بالشكل وانت كليك تجربة شخصية تعانيت فيها طول حياة فعلشان كده عملت الفيلم ده تأثير السلبي من المشاكل اذا كانت مشاكل بقى لفظية او اذا كانت مشاكل تصل الى المحكمة او تصل الى ان يبقى فيه حالة انفصال فالفيلم تاعي مؤخرا كان يا رب ينزل قريب ان شاء الله احنا متحمسين ومستنين سامح النهاردة بعد المشواردة تقول لي مين شكرا اكرمك ساعدك من البداية اه بقول لكل حد علمني بس من البداية طبعا والدتي رحمة الله عليها وخالي رحمة الله عليه ومؤخرا بقى دي سيدة فوق راسي وسام هي وسام على جبيني ماشا الله باختك يا وسام يعني كل ستة النهاردة هتقول لكل الاجوازها عايزين تقولنا زي ما سام حسين قالوا وسام وخلي بالك ده ده شيء مهم جدا لان هي لو مش موفرة اي حد مقبل على الزواج لو مش واخدين بالنا من بعض ونوفر لبعض الجو المناسب ليها هي نفسها في البيت ونساعدها او ليه انا في الجو المناسب عشان عارف اشتغل الحياة مش هتستقر مش هنبقى واخدين بانا يعني احنا بنوقع نطالب بعض ان احنا عايزين نرتقي بالمستوى الاجتماعي تاب ازاي هنرتقي بالمستوى الاجتماعي او اقتصادي واحنا المستوى الاجتماعي بتاعنا يعني مش قد كده يعني واي حد يا هدير ساعدني انا بشكره جدا وشكري كبير جدا جدا وكل مرة بعد اقولها اي مصرحية ليها في النهاية بعد التحية بقوم قايل ان التحية بتاعتنا بالحقيقية هي من احنا كفنانين للجمهور لان لو الجمهور ملهوش فضل علينا احنا مكناش او موجود في ظهرينا احنا هنبقى انا بعمل ايه المنتج بتاعنا المنتج بتاعي الفن تا مين اللي بيروح لمن؟ ليه الجمهور انا ممكن اعمل منتج وما يروحش للجمهور يبقى انا ما سويش حاجة ساعتها سامح المؤخرا كده شفنا ظاهرة اعتزال بعض الممثلين وده بيتقال على السوشيال ميديا لقلة الاعمال انحصار الاعمال شوف ده ازال بصي انا دايما يا هدير يعني ايه اه اه ظروف صعبة علينا كلنا وفي كل الدنيا في العالم الظروف الفن عندنا مثلا بتبقى صعبة لكن انا ما بقعدش بقعول دايما على الظروف لا انا بخلق اللي انا عايزه يعني انا بعيدة عن الدراما يعني المسلسلات طيب ما انا ممثل المسرح فتح لي ببانه تم اشتغل المسرح السينما فتح لي ببانها تم اشتغل سينما اه وطالما الشغل حلال ومهنتي ايه المانع ان انا اعمله لغاية لما الدنيا تلف ويبقى في المسلسلات ترجع تاني فهشتغل تاني لكن انا ما عودش بقعد اقول اسلنا كذا اسل الدنيا كذا انا بكره جدا جدا ده خالص يعني اللي في ايدي بعمله وبدعي الدعاء ده حلو جدا يعني الدعاء ده بيغير القدر ترجمة نانسي قنقر كURق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا